مع العاصفة التي تضرب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا باستقالة قياديين بيرزين هما علي بابجان وأحمد داود أغلو فتحت باكرا جدا معركة الرئاسة في تركيا عام 2023 معركة لا تبدو في جيب الحزب كما كانت سابقا ولا مريحة بطبيعة الحال كما كانت أيضا بالنسبة لرجب طيب إردوغان في الشكل يبدو إردوغان الخاسر الأكبر ولسيما أن المنشقين الحاليين وربما من سيلحق بهما سيأكلون من صحنه ومن صحون باقي الأحزاب ولكن هذا يتوقف على جملة نقاط فبعض الاستطلاعات لا تمنح بابجان وأغلو كل منهما على حدى أكثر من 5 إلى 7% وهتان النسبتان إذا ما توحدتا فهما قادرتان على منع إردوغان من البقاء في السلطة الأخير حصل في الانتخابات الأخيرة العام الماضي على 52% لكن احتمال وحدة المنشقين يبدو بعيدا بسبب اختلاف الأسلوب والطريقة على حد تعبير بابجان نفسه فأغلو معروف بنزعته الدينية الواضحة مقابل بابجان الذي يسجل له كثيرون انفتاحه على العلمانيين وعلى صعيد المشهد التركي السياسي العام لابد من ملاحظة تصويب حزب الشعب الجمهوري نحو منصب الرئاسة فهل ستتحد قوى المعارضة هذه المرة أيضا ضد إردوغان؟ وماذا عن حسابات الحزب الكردي؟ وهل سيبقى في المقابل حزب الحركة القومية إلى جانب إردوغان في محنته الجديدة؟ وما هي المتغيرات التي يمكن أن يقدم عليها الحزب الحاكم للحفاظ على رصيده؟ وهل يمكن أن تكون مسألة الفصل بين رئاستي الدولة والحزب من ضمن هذه المتغيرات؟ من الصعب الجزم منذ الآن بمدى تأثير أي انشقاقات في الحزب وفي المشهد العامي ولسيما قبل الإعلان الرسمي عن برامجها وقياداتها لكن الأكيد أنها من المحطات الأصعب التي يمر بها العدالة والتنمية منذ تسلمه السلطة عام 2002 محطة قد يكون أحد تداعياتها غير المباشرة انتخابات مبكرة مرة أخرى